موسيقى اهلا بكم بعد غد السلساء باذن الله مساء بعد صلاة المغرب هتقيم ضر الافتاء لاحتفال السنوي لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم بننتظروا بقى من العمل العام اما يقولون رمضان الاربع ولا رمضان يوم الخميس انا وانت كده رايحين الى ان رمضان يوم الخميس بس انا وانت مش مفتيين ماينفعش ان احنا نفتي ونقول رمضان امتى لا لازم استطلاع رؤية الهلال لكن النهاردة المعهد القومي للبحوث الفلكية بيقولك استحالة ظهور هلال رمضان يوم الاربعاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية بيقول شعبان هيبقى 30 يوم وان رمضان هيبقى يوم الخميس القادم باذن الله ومعهد البحوث الفلكية على عهدته شايف ان رمضان هيبقى 29 يوم عايز اقولكم ان البحوث الفلكية والاستطلاع الفلكي الدائم تقريبا يعني يصدق بنسبة كت تقترب من 100% لكن اعمالا لسنة النبي عليه افضل الصلاة والسلام لازم نشوف برؤى العين لكن بيتطابق ده مع الاستطلاع الفلكي او رؤية المعهد القومي للبحوث الفلكية يبقى على عهدة المعهد القومي للبحوث الفلكية بنقول ان رمضان فلكيا الخميس باذن الله تعالى وان رمضان هيكون هذا العام 29 يوم طبعا كل الكلام ده لن يعتد به الا بعد ان تعلن دار الافتاء على لسان مفت الديار المصرية ان يقول لنا رمضان امتى كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب يمتعكم جميعا بالصحة والساتر وراحت البال شفت انا ما جبت لكش صرت الفلوس خالص ده انا بدعلك دعوة يعني لو انت فاهم دنيا تعرف ان الصحة والساتر وراحت البال دول اعظم ثلاث نعم نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء لحضراتكم في المقابل وزير الداخلية النهاردة اللي هو مجد عبدالغفار عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة وطالبهم بضبط الاسواق ضروري ضبط الاسواق في شهر رمضان طبعا الداخلية بيبقى عليها دور كبير جدا عندها تنظيم حركة المرور ده بالاضافة طبعا للاعمال الجنائية ومتابعة المجرمين والهاربين من احكام العدالة والكلام ده لكن هو شدد على رقابة الاسواق عايز اقولك ان وزارة الداخلية عاملة منافذ لبيع السلع والغزائية بتخفضات تتراوح من 10 ل 20% اي منفذ تقرأ عليه كلمة امان بين من الاسم مع قرب حلول شهر رمضان المعظم هل عادتنا كمصريين في هذا الشهر تغيرت عن زمان؟ بتسمع جملة يقولك والله رمضان ايام زمان كان اعلى طب ما الشهر هو الشهر ايه اللي تغير؟ هل الشهر اللي تغير واللحن؟ هل ظهور حاجات زي مواقع التواصل الاجتماعي مثلا غيرت من عادتنا وسلوكياتنا؟ طب ايه الربط في دماغنا ما بين الكسل وبين شهر رمضان؟ وهو مفروض شهر عبادة هل العبادة تدعو الى الكسل؟ اسئلة كتير عايز اسأل فيها ضفتي خبيرة العلاقات الاسرية واستاذ علم الاجتماع الاستاذ الدكتورة هلا يسري مساء الفل كل سنة وحارك طيب كل سنة وحضرتك طيب والمصريين كلهم بخير وكل المسلمين في انحاء العالم ومش بس المسلمين كل الناس الطيبة في كل انحاء العالم طيبين وفي سلام وامان يا رب اللهم امين في البداية عايز اسأل حارتك في جملة كده بتتردد على اللسان يعني بعض المصريين يقولك رمضان ما بقاش ليه طعم زي زمان رمضان ما بقاش حلو زي زمان رغم ان الشهر هو الشهر ايه اللي بيخلينا نقول الجملة دي؟ اللي بيخلينا نقول الكلام ده ان احنا دايما بنبص للماضي ان هو ثروة وان احنا الماضي لن يتكرر وهو بالفعل لن يتكرر فكل اللي حصل في طفولتنا وفي شبابنا بيبقى دايما احسن من الواقع بس دي فيها جزئية ما فيهاش حمد فيها جزئية ما فيهاش شكر فيها جزئية ما فيهاش تعلم يعني احنا مش بنحاول نتعلم من الماضي ونجيبه في المستقبل مش بنحاول نستفيد من التجارب السابقة وبنعلمها لأولادنا يعني بنفوت على نفسنا فرص كتير قوي ممكن تخلي واقعنا حلو زي زمان بالظافة نعمل ايه زي رمضان لو احنا بنطبق مثال زي حضرتك نجيب رمضان زمان ونخليه رمضان دلوقتي نقرب من بعض اكتر زي ما كنا مقربين جدا والعيلة لو تتذكر حضرتك كانت العيلة الأسرة الممتدة اللي هي الجد والجدة والأبناء والأحفاد كلهم بيعيشوا عيشة واحدة بيأكلوا أكلة واحدة كمية المشاكل اللي دخل الأسرة دي كانت أقل ما يمكن أول لما ظهرت الأسرة النووية مع التحضر والحضارة النووية نسبة لإيه اللي هي الزوج والزوجة والأبناء ابتدت بقى في كل أسرة صغيرة كم متشعب كتير جدا من المشكلات فبالتالي دايما بنبص على زمان إن هو فعلا أحسن من دلوقتي ولكن نقدر نقدر نشوف أهم حاجة العادات والتقاليد أهم حاجة الأخلاقيات الجميلة اللي كانت بتغطي شهر رمضان وبتغطينا إحنا طبعا في فحو شهر رمضان الحب التضحية الإيثار مراعاة الفقير دي حاجات شايفة حدرتك اختفت أو قلت 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 وفي الحقيقة مش أنا بس أكيد أنا وحضرتك وكل المصريين بالذات شايفين إن كل الحاجات ديت ضعفت وأواصر العلاقات برغم زيادة الحجم الوسائل الاتصال الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وواتس أب وكل الكلام دوت دي زادت سبوز يعني نظريا إن المفروض إن دي بتوسع علاقات الاجتماعية بين الناس ولكنها تبعد الناس الأريبين وتستقطب البعيد طيب هل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي غير من عادتنا كمصريين رمضان زمان ما كانش فيه فيسبوك ولا واتس أب ولا 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 دلوقتي بقى فيه مواقع التواصل الاجتماعي صح كده ولكن التلفزيون لازال واخد الصدارة بالنسبة للسيدات واخد الصدارة بالنسبة لكبار السن لازال هم بيتتبعوا أكتر من أي وسائل الاتصال الاجتماعي إنما الشريحة اللي منخرطة تماما في وسائل الاتصال الجماعي هي الشباب مضبوط طيب أثر في طبيعة الشهر مثلا أثر لأن للأسف ثقافة الشباب بتقربهم من بعض أكتر من قربهم من العيلة والأسرة يعني الشباب يعودوا مع بعض يعملوا تشات أحسن من أنهم يعودوا حقيقة جسدا أمام جسد مع أفراد الأسرة برافو حضرتك تطرقت لنقطة مهمة جدا اللي هي العلاقات الافتراضية العلاقات الافتراضية اللي هي موجودة على الفيسبوك أنا بكلم حد وأنا مش عارفها مش عارف شكله إيه أقصد درجات تعبير اللايك بالزبط أو كومين بالزبط فبتعمل تضييق في أفاق وأذهان الشباب بصورة كبيرة جدا أنا في الحقيقة أشجع الشباب التحموا بالكبار الكبار هيعلموكوا أكتر الكبار بيحبوكوا الكبار عمرهم ما يستحملوا أي حاجة وحشة ممكن تصبهم والكبار هيقدروا يستوعبوا الشباب لازم برضو هي رسالة أيضا للكبار حاولوا تفكروا بطريقتهم حاولوا تتواصلوا معاهم بأسالبهم يعني الكبار يقولك لا 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 أنا ملياش فيسبوك وتويتر وواتس أب حاول يبقى ليك حاول تتقرب من ولادك حاول تتقرب من ولاد الأخت أو ولاد الأخ علشان تقدر تلاقي مكان للتحاور معاهم لو هم مش بيعرفوا يفهموا لغتنا الحالية وبيقولوا علينا قدام ها فخلينا نحن نقرب منهم ونفهمهم وإحنا نمد جسور التواصل معاهم ما نقطعش يعني بالزبط لا وما ندلهمش الفرصة اللي هي 100% أنهم يتواصلوا مع أصدقائهم بس فقط لا إحنا عندنا في ساعات للبيت ساعات للجدة ساعات للجد ساعات لزيارة المريض ساعات لأننا أزور جارة ها أو جار كبير في السن ساكن حوالينا ها وفقد أسرته يعني لازم نلقي بالمسئولية على أبنائنا لأنهم لكي يتعودوا أنهم ما يتحملوا المسئولية ويتعودوا على التواصل الاجتماعي الحقيقي بالزبط مش الافتراضي طيب خلني أقول لحضرتك على جملة منتشرة بيننا في المجتمع المصري منذ سنوات تجي عايزة قبل مسئول ما تجي عايزة تفتح موضوع ما مع جار قريب صديقه يقول لك إيه بعد رمضان بعد رمضان إيه علاقة الترحيل والتأجيل بشهر رمضان مش ده شهر وأيام وعمر ولازم نتناقش ونتكلم ده كلام مظبوط جدا وده جزء من قديما والآن رمضان زمان كان ليس شهر كسل ليس شهر تباعد ليس شهر نوم ليس شهر معلش مسلسلات طبعا معك هو شهر تقارب وتراحم وتعبد وإننا نقرب من بعضنا أبو الجملة دي جات منين؟ تركمت جزء منها لأسباب اقتصادية جزء منها إعلقة الاقتصاد بالتأجيل لا أنا بكلم على اختلافات ما بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي لا أنا بكلم على فكرة لما أتكلمي حد فيقولك قابلني بعد رمضان ما أنا بقول لحضرتك هي المخ بتاع البني أدمين ابتدى يختلف هو متخيل أنه هيبقى كسلين عشان بيشرب سجاير فمش عايز حد يكلمه لأنه ممكن يبقى متنرفز حاسس أنه هيبقى عنده انرجي أكتر لو جاله بعد رمضان وحلله المشكلة ديت هيتوقع أنه هيبقى عنده وقت أكتر مش مرتبط مثلا بالأسرة بمعاد أكله ومعاد وعازم ناس في الصحور ومش عارف إيه لا الملفات دلوقتي دخلت للإدراج من دلوقتي ولا كله بعد العيد بعد العيد حاجة تزعل والله هي حاجة تزعل جدا هما الناس مش فهمة معنى شهر رمضان شهر العبادة شهر العبادة دي مش يعني أن أنا مسك المصحف وأقرأ فيه وبس لا أنا لازم أتعلم كل كلمة بيقولها القرآن وأبتدي أطبقها على أرض الواقع الدين ما هوش مظهرية الدين المعاملة الدين المعاملة الدين ما وقر في القلب وصدقه العمل الدين خسن التعامل مع الآخر الدين أن أنا أحب مراتي أكتر الدين أن أنا أحب أولادي أكتر وأعطف عليهم أكتر الدين أن أنا أكون نموذج صالح للأب أكون نموذج صالحة للأم الأولاد لازم كل واحد في البيت يعرف مسؤوليته مهم جدا يا أستاذ محمد أن كل واحد يحط لنفسه أجندة في خلال رمضان أو يبقى قبل ما يخدش الشهر يبقى عايز ينجز إيه في الشهر ده أهوة دهوت يعني أنا عن نفسي من زمان خالص كنت بشوف صفة مثلا من الصفات اللي مش حلوة فيها وهذا تقييم ذاتي ضروري لكل إنسان يجب أن يفعله مع نفسه ليواجه الحقائق محدش هيخبط علي ويقول لي دكتورة هالة أنت محتاجة تزيدي صراحة أنت محتاجة لا تنافقي لأ أنا عارفة أنا بعمل إيه الإنسان عارف بالضبط كل واحد يجب أن يواجه نفسه ولازم يقيم نفسه تقييم ذاتي قبل رمضان وبعد رمضان وهل نجحت ولأ ما نجحتش طب نجحت ليه إيه أسباب النجاح إن أنا كان الموضوع دوت بيني وبالنفسي بس ها ولا كان في حاجات تانية كان بتشجعني إن أنا أتحول من الصفة الرديئة اللي موجودة فيها إلى صفة أفضل وكيف أنثر بذور الخير على الغير من خلال إن أنا أخلي أقراني وأصدقائي وأخواتي وأهلي ها يقتادوا بيا ويعملوا الحاجة الكويسة ديات يبقى الواحد لازم قبل ما يدخل رمضان يبقى محدد هو عايز يعمل إيه في هذا الشهر بالضبط ممكن يبقى فيه تواصل اجتماعي بينه وبين أقارب وأهل مزورتهم طبعا طبعا لا أنا كمان نفسي العرف حضرتك العمود الفقري ده هو أساس الإنسان المكون الأخلاقي للإنسان هو أيضا عموده الفقري كم منا ها يقيم المكون الأخلاقي له لا أنت كده بتقول لنا كلام صعب والناس يقول لك أنت تضيعيننا الشهر إحنا عايزين نتفرج على المسلسلات لا 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 ونقعد على القفيب الليل ونشايش والله كل يفعل ما بداه ما بدله ولكن ها قدامك مشؤولية بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا أين أنت وإلى أين أنت ذاهب وأعتقد أن أنت لوحدك قادر على أنك تقيم هذا الدور يبقى كل واحد اللي لازم يستعد لللحظة دي ويستعد لشهر رمضان يشوف عامل بي ايه بس في ربطة أيضا ما بين رمضان وبين الكسل ليه يعني البعض واخد الشهر هو شهر فسح شهر كافهات شهر مسلسلات شهر صمر وتسالي وكنفة بالمانجة وكنفة بالإشتا مش ده اللي احنا متعودين عليه وعزومات وصحرات هو ده الشهر عند غالبية المصريين مزبوط أولا حضرتك علشان مفيش أهداف بنحددها زي ما سبق إن احنا قلنا أنا مش محددها هدف يلا هنبتدي شهره أوكي مفيش أهداف أنا عايز أقول أنا روحانيا عايز أوصل للمرحلة دي أنا عائليا عايز أوصل للمرحلة دي أنا مهنيا عايز أوصل للمرحلة دي كل واحد يحدد مجموعة من الأهداف مع تاني حاجة تنظيم الوقت تالت حاجة الاهتمام بالغذاء السليم لأن أنا لما أجي مثلا يجي صفر أشكال والوان وإحنا كلنا بنتفاخر بالعزومات وبنحاول نطلع أحسن ما عندنا هي عادة شرقية يعني يعني إحنا بنقول بلاش نبطلها ولكن خلينا نقلل فجاجتها لأن أنا بستحرم لقمة عيش تترمي وحياط ربنا أنا أي حاجة في بقية لازم أشيلها في الفريزر لحد لما ييجي وقتها أنزلها وما أرميش أبدا أي حاجة طيب الكسل إحنا بقينا كمان بنورسه لأولادنا أيوة بنديله انطباع أن رمضان ده ده شهر دلع وفخفخين وفسح والكلام ده هل أهلين زمان كان الشهر عندهم مختلف أو بيتعاملوا مع منطق بختلف عند الوقت هل زهور التلفزيون والميديا والكافيات الحديثة أثر وغير فينا هو فعلا حصل تغيير الدراما شدت الجمهور المصري بشكل كبير جدا لدرجة أن أصبح الحوار اليومي بين الأم وأولادها بين الموظفة وزميلتها في الشغل هو حصل إيه في المسلسل مبارح ها ولأ ده غلطان لأ ده غلطانة لأ وهكذا يعني حتى كمان الاستفادة من المسلسلات والدراما لا توجد ليه؟ لأن إحنا اتعودنا من سيستم التعليم اللي أنا سعيدة جدا أنه بيتغير دلوقتي الكوبي أند بيست أص ولز فخلاص إحنا منعنا التفكير فبنتفرج على المسلسلات وبيهمنا لبس الممثلة يعني قد كده الممثل شكله جميل وأمور وكده لا لا لازم نخرب برسائل حقيقية من هذه المسلسلات ويجب أن تتضح هذه الرسائل على شاشة التلفز ومش الفن للفن انت كده عايزة الفن يا دكتورة يقدم رسالة طبعا بس بيقولك الفن للفن مفيش حاجة اسمها للفن للفن الفن قاطرة كالبحث العلمي يجب أن يجر خلفه تقدم وتحضر الشعوب ما هو بيقولك احنا بنعرض اللي موجود في المجتمع يا فندم مش العشر مسلسلات ولا الميت مسلسل بيعرض اللي بيحصل في المجتمع حرام حرام هذا تدمير لهذا البلد التي لطالما لها كان لها الريادة في المنطقة العربية أنا كل ما روح دولة عربية يقولوا الله على أفلامكم الله على ممثلينكم هو خلام جميل بس الواقع بيجافي يعني الواقع غير كده خالص الدراما والمسلسلات والخيانة الزوجية والعشوائيات يعني عارف حضرتك أنا اوافق ان يجيبوا جزء من الحقائق ولكن ما تبقاش فجة استخدم الكلمة بتاعت حضرتك ما تبقاش فجة اعريضي مثلا آه في حوادث تحرش واغتصاب بتحصل في بعض الأماكن في مصر زيها زي أي حتة في العالم اش معنى التركيز وبالشكل الفجدة ها على مصر ده سؤال أولاني ليه بنفسر تفسيق أو بنفسر التفصيل دوت ها علشان الناس تشوفوا بالطريقة دي حرام احنا قدام الشاشة الفضية ها يجب أن نراعي أن هناك أطفال وسيدات وبنات حتى كل الدول العالم بتراعي ما بتراعيش ولكن في سيستم في البيت في سيستم في البيت يعني بعد الساعة كذا الطفل ما يتفرجش كل كل كبار وصغيرين بيناموا الساعة عشرة عشان الساعة الستة صباحا نظام احنا بعد الساعة عشرة اه ممكن حضرتك تلاقي احنا فرمطال بننام ستة الصبح مش ده اللي حاصل ايوه ده المجتمع بتاعنا ايوه بس احنا بننام ستة الصبح عشان سهراني سهرات رمضانية اه في كافيهات رمضانية ها بس ده الواقع هل نقدر نغير الناس بين يوم وليلة لا لأن الثقافة على اقل لها تلاتين سنة عبلا ما تغير مم ولكن هل الثقافة دي بقالها عشرين وعشرين سنة بالزبط لو من اول زهور الكافيهات والمسلسلات والدراما وكده بالزبط ده ما كانش موجود في اربعينات وخمسينات وستينات ما كانش ما كانش هل حضوريتك عايزة ده يتغير بين يوم وليلة لا ولا يمكن اتوقع ان هو يتغير بين يوم وليلة اه وانا يعني مش ممكن اتكلم واقول حاجة ده ضرب من ضروب الخيال يعني طبعا اه ولكن انا عندي ثقة اه اه كبيرة جدا في الشعب المصري وعبقرية الشعب المصري احنا شعب ملناش كتالوج ولو حد قال غير كده يبقى غلطان يعني يقدر يغير لو عايز طبعا ده احنا ده احنا يعني في الفكاهة في طبعنا ف ف لو ما لقناش حاجة نعمل فكاهة عليها بنقلس على بعض بنكت على نفسنا نفسنا الى هذه الدرجة ها ما فيه شعب في العالم ما فيه شعب في العالم نحن متميزين جدا على فكرة كلمة حضارة السبع تلاف سنة واللي بيترياء عليها اه الناس اللي مش طيبين ومش كويسين واشرار انا بشعر بها وانا واحدة ست ها وام ويعني واحدة عادية جدا اشعر بها متى اشعر بها عندما اقف امام كل الاجانب واستشعر قوتي ومعلوماتي وفكري ودماغي اللي مختلفة تماما عن كل الاجانب تستغرب حضرتك لو اقول لحضرتك انا كنت بحس دايما ان انا احسن منهم مش عن جهية والله انا بهنا متوضعة جدا وبسيطة جدا دي شخصيتي ولكن مع الخواجات لا انا مش كده انا لازم اوري لهم ان الدكتورة هالة دي هي الدكتورة المصرية اللي اللي بتمثل بلدها فيجب ان تمثل بلدها على خير وجه يجب ان تكون السفيرة لبلدها في كل المحافظة طيب خليني ارجع لرمضان والظروف الاقتصادية هل حرق شايفة الظرف الاقتصادي هيأثر على عادات المصيم في رمضان ده ابدا خالص خالص يعني الاسعار مرتفعة هيبقى فيه يا حضرتك كنافة وعزمات وصحور وكفاءة بالزبط كده يعني اذا الطقس اكبر من او العادة اكبر من الظرف الاقتصادي بالزبط بالزبط لا وكمان الظرف الاقتصادي هو فيه فعلا ارتفاع في الاسعار لكن المصرين هيمرسوا نفس عاداتهم بالزبط مش هيغيروا حاجة مش هيغيروا لان هم مش مقتنعين انهم يغيروا اه مش مقتنعين ان فيه حاجة غلط وبعدين هو فعلا الاسعار بترتفع ولكن الاسعار بترتفع في كل انحاء العالم انا عايز اقول لحضرتك وقت ما جالي مسجز ها على الواتس اوب رسايل اه اسفاء رسايل على الواتس اوب ها بتقول ان انا 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 بلاش المترو متركبهوش ونعمل مش عارف احتجاج وابتعه انا في الحقيقة استغربت جدا لان في ذات اليوم كنت نزلة انا وزوجي اه نجيب شوية مستلزمات للبيت للاسبوع للاسبوع مش لشهر رمضان لقينا كم شراء مرعب في الشارع المصري اكني دي اخر يوم قبل المجاعة لا عادتنا عادتنا كم مصريين لانت تقول يعني عشان كده بقول لحضرتك لا انا مش متخيلة ابدا معدلات الاستهلاك ستبقى على هذا المنوال الا اذا استشعر المواطن ذاته ووعية المرأة في كل مكان بين كل المستويات الاجتماعية ان هناك وسائل كتيرة لترشيد الاستهلاك ترشيد الاكل ترشيد المية ترشيد الكهرباء هو دا مطلوب والله نبدأ والبداية يكون في رمضان في رمضان الله والله استاذ محمد ولتكن هذه المبادرة مبادرة حضرتك في شهر رمضان وما قبل يعني والحد لما نبتدي رمضان خليني وانا بختم حد لحضرتك على لسانك المبادرة دي واجهها للسادة المشاهدين اتفضل قولي المبادرة في الحقيقة انا اشجع كل المصريين ان يحولوا شهر العبادة شهر السوم شهر الحب شهر العطاء شهر الايثار شهر رعاية الدعفاء والمرضى والمحتاجين الى شهر عبادة بحق وحقيقة ازاي خلينا نتبنى فكرة التوفير خلينا وانا المبذرين كانوا اخوانا الشياطين ده ده يعني مش يعني ما 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 نقدرش نقول حاجة فيه نص قرآني ما نقدرش نقول حاجة فيه نوفر في الكهرباء صحيح انت بتدفع فاتورة كهربتك ولكن فاتورة الكهرباء دي بتحمل الدولة اعباء الدعم نعم وفر في مشاويرك خد جارك وتقاسمه تمان البنزيم وفر فيه الوجبات بدل ما زوجتك تعمل تلات اربع اطباق اللي هنكتفي المرة دي بطبقين اتفق مع اصحابك بدل ما تعملوا عزايم كتير جدا نمشي بديش بارتي وكل واحد يقدم طبق ها ونتجمع كلنا وحنقضي وقت كويس وكل سيدتنا مش هيتعبوا فخلي التوفير هو مبادرة رمضان للسندية وانا اتوقع ان على صفحة الاستاذ محمد ان شاء الله هكتب ده النهاردة وهوجهها ان شاء الله وانا في نهاية لقائي بشكر ضفتي الكريمة اللي نورتني النهاردة استاذ الدكتورة هلا يسري واستاذ علم الاجتماع وخبير العلاقات الاسرية شكرا جزيلا لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب والمصريين طيبين بعد الفاصل مبادرة فيوجين مع ضيوف الاعزاء والستاذ دكتور ايمان عشور عميد كلية هندسة جامعة ان شامس ودكتور عمر الحسيني مدير البرامج بكلية هندسة جامعة ان شامس اشتركوا في القناة